اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ضريف في ختام زيارته الرسمية الى قطر ان وجهات نظر طهران والدوحة قريبة جدا في مختلف ملفات المنطقة خصوصا ملف الازمة اليمنية هذا التصريح يحمل في طياته الكثير من التأكدات على ما كان مؤكدا طوال الفترة الماضية من سعي قطري ايراني لتقويض جهود التحالف الشرعي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لاستقرار اليمن ووحدته وصد التدخلات الخارجية لزعزعة امنه بالاضافة الى التنسيق المشترك بين ايران وقطر لتحقيق الاهداف المشتركة وزعزعة امن الخليج العربي طريق قطر الى ايران طريق لم تشأ الدوحة الا ان تسلكه رغم وعورته التي القت بها الى ابعد نقطة التقاء سياسية مع شقيقاتها وعلى ذلك كان الاذعان الذي لم تبرح منه السياسة القطرية الخارجية قد بلغ بها مبلغ المشاركة في الخيانة والطعن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولكن بستار من الاخوة والمحابات والكذب فها هي علاقة الدوحة وطهران تبلغ ذروة لم تبلغها من قبل سرا او علنا لخصتها كلمات معدودات حول الاوضاع في اليمن الشقيق ان خيانة قطر للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ظهرت فيها جملة من الادلة خلال الاشهر التي خلت ولكن ما صرح به وزير الخارجية الايراني بعد زيارته للدوحة كان اشد مرارة على المواطن العربي من اي خيانة اخرى فقد اكد وهو في قلب الدوحة ان وجهات النظر بين قطر وايران قريبة جدا بشأن الازمة اليمنية وانهم سيواصلون الخوارات والتعاون فيما بينهم وهو يعني بذلك ما حاولت الدوحة انكاره وهو دعم ميليشيات الحوثي الانقلابية واخضاع صنعاء الى حكم ايراني بمشاركة قطر وفي قراءة بسيطة وسريعة للازمة في اليمن نجد طرفين رئيسيين لا ثالث لهم تنطوي تحتهما جميع الاطراف الاخرى طرف الشرعية ويقف معه التحالف العربي والجيش الوطني والمقاومة الشعبية ومن يريد استقرار اليمن ووحدته والطرف الاخر طرف الانقلابيين يقف في صفه ايران وحزب الله وقطر وميليشيات الحوثي وما تصريح ايران بان موقف قطر قريب جدا من الموقف الايراني الا تأكيدا للمؤكد هذا التنسيق بين النظامين الايراني والقطري تتفاخر به القيادة القطرية فكلمات امير قطر تحمل في كل مرة الكثير من الغزل الصريح بطهران التي قال انه ليس من الحكمة التصعيد معها وانها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة عند التعاون معها تعاون قررت الدوحة ان تستفيد منه للالتفاف على المقاطعة المفروضة عليها منذ بداية الازمة في يونو الماضي فوجدت في ايران واجوائها ومياهها الاقليمية الملجأ وربما الظهر الذي تستند عليه للتصعيد مع جيرانها وهو طموح من طموحات ايران العديدة في المنطقة وفي كل مرة كانت الدوحة تغرد بعيدا عن دول الخليج فعلى الرغم من الاتهامات الموجهة لطهران بدعم الارهاب والتدخل في شؤون العديد من الدول العربية الا ان عين الدوحة لا ترى في طهران الا دولة شريفة